بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبك الصالحين أما بعد فمع حلقة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية والأخ الفاضل جزاه الله خيرا أرسل رسالته ويقول فيها أنا كنت وهابيا وأقرب ما أكون داعشي هكذا باللفظ هذا كان أول شبابي دون الاثنتين والعشرين سنة فكنت مندفعا شبه جاهل أسمع للوهابية عن طريق الكاسيت والسيدي وأول مرة أسمع فيها عن الأشاعر من صديق لي لصديق آخر لأشعري وكان ينتقدهم فبعد عدة جلسات بدأ صديق الأشعري يتحدث معي عن الأشاعر وأنهم أهل حق أنا ناقشت معه كل المذهب وكان أكثر ما يقع في قلبي عندما كنت أسمع دروس العقيدة من الوهابية كان يتعارض معي أن الله له يدان سبحانه فكنت لا أستسيغ ذلك ويتعارض مع شيء في قلبي وفطرتي فكنت أفكر بذلك فلم أجد أنه يتوافق معي فكنت أغض الطرف عن العقيدة الوهابية ولا أسمعها غير أني أسمع كل شيء إلا الصفات والعقيدة وكنت أشاهد فيديوهات الجهاد في الشيشان وأفغانستان أسمع بعضهم يقول لقتل الأعداء هذا الكافر فكنت أجد شيئا في نفسي فقيلا لا أستسيغ كلمة هذا كافر مع أني أعلم أنه كافر لكن كنت أكره السماع هذا كافر وأشعر أن التكفير يجب أن يكون بالجمع لا بالأفراد بالعين وكان هناك شيء في نفسي لا أفهمه يتعارض معهم لأنهم كانوا هم الموجودين أمامي ولا أجد غيرهم حتى جاء صديقي وبدأ بالنقاش معي عن الأشاعرة فوجدت ما في نفسي هو ما في المذهب الأشعري دون علمي وكان هو ضالة التي لا أعرف عنها شيئا وكنت ناقشه أشد النقاش وأخذ منه الكثير حتى يتبين لي الحق وبعد الكثير من الجلسات الساعات والساعات سألني هل تريد أن تدخل في المذهب هل اقتنعت بالحق فقلت سأفكر ليس تعود للمذهب تعود لأرشدك إلى الصواب إلى العلوم الصحيحة فقلت سأفكر بكل ما سمعت وأمهل لي بعض الوقت فبعد تفكير ونقاش مع نفسي مع أنه هو ما في قلبي وفطرتي مكثت أكثر من أسبوع أناقش نفسي وأراجع عدلته حتى أيقنت أنهم أهل الحق والآن أنا على منهاج ساداتنا الأشاعر أهل السنة والجماعة لا أحيد عنهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى وأشكر أخي وشيخي فلان وأشكركم وكل أهل الإسلام هذه قصتي إن رأيتم أنها أهل للنشر فانشروها الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة العقل ونعمة الدعوة واجتهدوا إخواني فهناك أناس لا يستمعون إليكم ولا يعرفونكم وقد شوه الصوركم في أذهانهم ذكر نعم نعم هذه خلاصة يعني قصة أخينا الفاضل المفضل قصة إنسان باحث عن الحقيقة معتدل منصف يحترم نفسه وعقله ولا يقبل أن يكون إم معه لا يقبل أن يكون مقلداً لغيره بدون فهم ولا دليل وهناك كثير من الوهابية عندهم تناقضات كثيرة ولكن يخشى أن يظهرها خوفاً من أن يخالف الدين فتكثر ثم تكثر ثم تكثر ثم بعد ذلك يكفر لماذا كفر؟ كفر لأنه عاقل لا هل الكفر عاقل؟ لا الكفر ليس عقلاً ولكن أوهم أن هذا هو الدين الصحيح وهو يخالف العقل فكيف يؤمن به؟ والدين الذي أنزله الله تعالى لا يمكن أن يكفره كل إنسان فيه عقل ذكرت مرات وكراس أن شيخ الإسلام مصطفى صبي رحمه الله يقول يكفينا في معركتنا ضد العلمانية أنا ذاك ليس علمانية الحداثة الشيطانية هذه يقول أو العقلانية التي تنكر العقل يقول يكفينا في معركتنا أن العقل حليفنا فالعقل حليفنا العقل حليفنا واللغة حليفتنا فكيف نقصر في هذه المعركة؟ هذه الظاهرة حدثني بها أحد الإخوة الفضلاء وقد كان مسرفا على نفسه على ما أخبرني لكن لم يصل إلى الكبار كبار الذنوب لم يفعلها ولكن إهمال واستهتار ويعني حياة عبثية فقرر أن يتدين بعد أن اعتمر وزار بيت الله الحرام واستمع أول مرة إلى درس ديني وكان هذا أخونا أخ فاضل وهو الآن من رجال الأعمال في مصر وربما يسمعوني يتكلم الإنجليزية جيدا درس في الجامعة الأمريكية يفهم اللغة الإنجليزية جيدا ويتعامل بها ويدير شركاته وأموره باللغة الإنجليزية اطلع على حضارة الغرب وعلى كتب الغرب وعلى دين الغرب يهود ونصارى طلع جيدا قال سمعت أول مرة ابن عثيمين يتكلم في الله سبحانه وتعالى فوقف الشعر رأسي هل هذا هو الإسلام؟ إذن ما الفرق بين اليهودية والنصرانية؟ نحن نعلم يقينا أن الوهابية استوردوا دينهم من ابن تيمية وبن تيمية استوردهم من الكرامية والكرامية أخذوهم من المقاتلية والمقاتل أخذه من اليهود والنصارى كما يقول ابن حبان رحمه الله فهذا دين يهودي دين التجسيم دين يهودي يهودي نصراني النصارى ليس عندهم مشكلة أن يصلب إليهم لا يوجد مشكلة واليهود أيضا مجسمة ينسبون الله سبحانه وتعالى الأعضاء والجوارح والمرض إلى آخره الوهابية سلفهم الطالح الذي هو المجسمة كانوا مجسمة فأين وجدوا بغيتهم في النصوص المتشابهة المهمة للتجسيم أو التشبيه فحملوه على ظاهرها فيقول حضرت لأول مرة درسا دينيا عند ابن عثيمين فوجدت يتحدث عن الله سبحانه وتعالى كالطريقة التي كنت أعلمها عن اليهود والنصارى يقول فوقفش على رأسي كيف يكون هذا فأصابني قلق وحيرة داخلية هل هذا هو الدين؟ طيب ما الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى؟ يقول ووقعت في هذه الحيرة على فكرة كثير من من وقع في هذه الحيرة الوهابية جاهزون ليجعلوا سدا ذريعا قويا مانعا بينه وبين أهل السنة والجماعة الأشاعرة إذن هذا خط ممنوع الدخول فيه فيترك الدين ويتحول إلى الحاد لماذا؟ لأن الأشاعرة يستعملون العقول والوهابية عندهم العقل سبب الضلال يقول فعدت إلى مصر وهو مصري وحدثت بعض من أعرف عن هذا فقال لا أبدا هذه عقيدة الوهابية اذهب للأزهر الشريف وعندنا الأزهر سل علماء الأزهر يقول فذهبت إلى بعض الأزهريين وشرحوا لي القصة وقالوا هذه النصوص ليست على ظاهرها إنما هي عبارة عن صفات لايقة بالله سبحانه وتعالى لكن ليس بالمعنى المتبادل للذهن فعاد إلى رشده وعاد إلى طريقة أهل السنة والجماعة وأخونا هذا أيضا لأن ما ذهب الصفات الوهابي لابد أن تسكت أيدي إله له أيدي وصابع وكذا ويصعد ويززل وبعدين عرفوا أنه له عينان تامتان لأن الدجال له أعوار ما كذا فهموا بهذه الطريقة القياس على الدجال نعم ما هي النتيجة؟ تناقضات لكن حينما تفتح له الباب وتتناقش معه وتبين له الحقيقة العقل بأيدي أهل السنة والجماعة الأشاعرة النقل بأيديهم العقل والنقل واللغة ماذا بقي؟ ماذا بقي من الدين؟ عقل ونقل ولغة الكتاب والسنة بأسانيدها لدى الأشاعرة رواية ودراية واللغة عند الأشاعرة إذن ماذا بقي؟ علوم الآلة والفهم والقصص هذه وصول الفقه إلى آخره فلا بد أن يرجع الإنسان إذا فكر مرة واحدة مذهب الوهابية في الصفات مذهب مناقض للفطرة لا يقبل الإنسان أن يكون إلهه له أعضاء وهو يرى أئمة السلف يرى الطحاوي يقول تنزه عن الأعضاء والأبعاض يصر بنباز لا ويرد على الطحاوي إلى أن جاء الموضوع من الوهابية يرفض الطحاوي وعقدته هذا الرائع جدا هذا هذا الذي يريحنا كثيرا يريحنا من التدليس ومن التقية خلاص اكشفوا الوجه الحقيقي قلوا مجسمة ونرتاح قفز وقفزة واحد ترفع الطحاوي وعادوا إلى يبحثون عن شرعية لدى المجسمة السابقين لمرحلة الإمام الطحاوي الذي هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة أسأل الله لك التوفيق وأطلق منكم الدعاء وأخذ دعواني الحمد للأي رب العالمين